السلام عليكم عزاء المشاهدين أجواء شديدة الحرارة مع رياع شمالية غربية خفيفة إلى متجة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة وأيضا أجواء رطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وارتفاع درجات الحرارة مستمر معنا حتى لأيام المقبلة إن شاء الله نتعرف على تفاصيل أكثر الطغس الحالي على مدينة الكويت أجواء صافية مع رياع شمالية غربية سرعة 10 كم في الساعة درجة الحرارة الحالية 48 درجة مئوية رطبة نسبية متدنية نوعا ما 10% وإلوفقية جيدة 7 كيلو صورة الغمار الصناعية توضح السمى صافية وخالية من السحب وتقع البلاد تحت تأثير امتداد من خفض الهند الموسمي لمؤثر على دولة الكويت وأيضا شفل جزيرة العربية الليلة أجواء نحارة نسبيا مع رياع شمالية غربية خفيفة إلى معتدة سرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة درجات الحرارة متوقعة في الساعة الثانية 10 من متصف الليل 37 درجة مئوية على مدينة الكويت لحمده 35 درجة مئوية بالنسبة لمناطق الغربية السالمية والشقاية 34 درجة مئوية الأجواء الحارة النسبية مستمرة معانا حتى صباح الغد مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدة سرعة تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 30 كم في الساعة درجات الحرارة الأضمى المتوقعة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية في مساء الغد باتر الظهر أجواء شديدة للحرارة مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدة سرعة قد تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة ودرجات الحرارة توقع المناطق الساحلية ما بين 45 إلى 43 درجة مئوية الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة إن شاء الله خفيفة إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 4 تغدام مد الأول إن شاء الله في الساعة 35 و 38 دقيقة مد الثاني في الساعة 47 و 44 دقيقة بالنسبة للجزر الأول في الساعة الثانية 10 و 52 دقيقة صباحاً أما بالنسبة للجزر الثاني في الساعة الواحدة و 40 دقيقة ظهراً مواقيت على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعدناها الفجر في الساعة الثالثة و 13 دقيقة بالنسبة لشروق الشمس في الساعة الرابعة و 48 دقيقة أما بالنسبة لغروب الشمس في الساعة السادسة و 47 دقيقة طقس المتوقع خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله على مدينة الكويت يوم الأربعة أجواء شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية تنشط على فترات قد تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة العظم المتوقع قد تصل إلى 50 درجة مئوية بالنسبة للصغرى 31 درجة مئوية أما بالنسبة لابتداء من يوم الخميس حتى يوم الأحد تستمرار الأجواء الحارة و شديدة الحرارة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدات السرعة قد تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة وأيضا هناك فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة ابتداء من يوم الخميس لذا نوهم ارتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء الغيادة درجات الحرارة العظم المتوقعة ما بين 48 إلى 49 درجة مئوية بالنسبة للصغرى ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية أعزاء المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم